مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ارجانيك مع حساسين النهاردة اللي ثبت الدوق كله هيكون لا مش كله شوية منه هيكون عن مشكلة النحافة زي ما فيه بنات وسيدات بتعاني من مشكلة السمنة فيه بنات وسيدات بتعاني من مشكلة النحافة هنعرف الحل الطبيعي النهاردة مع دكتور سعيد حساسين كمان هنكون عندنا النهاردة وصفات طبيعية للبشرة مرحب بك يا دكتور دكتور سعيد حساسين الصيدالي وخبير الأعشاب الطبية في مصر والوطن العربي دكتور خلينا في البداية كده نعرف أسباب النحافة بس يا نحافة مرض نتفق أو نختلف عليه أنه هو برضو مرض يعني فيه ناس يقولك إيه؟ ده جسمه نحيفة أو جسمه نحيفة وخلاص هو ناس بيسموه كده كالعادة ولكن أنا بسمي النحافة دي مرض ليه؟ لأن النحافة بتؤدي إلي إيه؟ بتؤدي إلي صعيني نحيفة يعني نسبة للمجلوبين قليلة يعني كرات الدم البيضة قليلة يعني كرات الدم الحمر قليلة يعني كل جزء من جهز الجسم أو كل جهاز من جهز الجسم ما بياخدش غزة المناسب ليه؟ مش النحافة يعني هي رفيع أو هو رفيع بغض النظر عن الجزء ده ولو إنه جزء مهم خاصة بالنسبة للستات المتزوجات فلما يبقى على الستة نحيفة ووزنها ضعيف ما بيبقاش بيبقى حيثها نفسها سيئة وجوزها بيبص الله أو كلام زي كده فعشان كده بنقولها جماعة مفيش أحسن من المزبوط زي ما بيقولوا المتوسط لا تخين ولا رفيع اللي في السيف سايت ده وهو بينهم صغير كده خط صغير بين النحافة والسمنة بواحدة بيبقى نحيفة وبمجرد جسمها يبدأ يزيد بعد ما تتجاوز وتخلف تلاقي داخلت على النحافة طيب أسباب النحافة أسباب كتيرة جدا منها الأسباب المرضية أسباب عندها مرض معين في آآ في الهضم خانش نتكمل الموضوع والسبب بمعاناة اتصال تليفون حج أمو مروان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي ممكن أكلام الدكتور؟ الدكتور معيك ازايك يا دكتور؟ ازايك يا ممو مروان الحمد لله حضرتك عامل آه؟ اه الحمد لله تمام لو سمحت يا دكتور أنا عايزة وصفة الهالات السوداء بس يكون وصفة كرامية مش وصفة بها بطاطس وخيار والحاجات يعني وصفة الهالات بلاش بها بطاطس ولا خيار نخليها بالملوخية مثلا؟ طيب أي سؤال تلي؟ شكرا لديك يا ممو ملك شكرا لدي ممو مروان ممو مروان احنا كده كده النهاردة احنا عندنا وصفات للبشر سكراب للبشر نرجع تاني بس نتكلم عن الأسباب المرضية ومنها مشاكل المعدة كلها بقى بالتاب القولون والتاب ليه مشاكل المعدة ليه؟ لأن المعدة برضو جزء أساسي في الموضوع يعني كنتي بتعتمدي في السمن أو أن الجسمك يدخن على الأكل بتاكله فأنت لما بتاكله والأكل بتهدم كويس وبيمتص كويس وحضره كويس فبالتالي بتكون خلايا دي هنية كويس فبتدي الجسم يمضي طيب لو لو الأكل ما تهدمش كويس وفي واحدة تلاقي بتقول لك أنا أول ما بأكل برجع اللي بكلته رجعته قطر خيرا مش هستفيد أي حاجة من الأكل طب أنا عندي إمساك اللي كانتو مستفيدش منه مش هستفيد حاجة بالأكل لأنها عندها إمساك طب مش هتاكل تاني إنما احنا يهمنا مشاكل المعده اتنين المشاكل النفسية مشاكل المعده تابعودل كتيرة جدا喔 ممكن داخد حلاقية بأقول من اللي يشخص دي الدكتور مش أنا الدكتور ولو يشخص القصة ديه تاني حاجة المشاكل النفسية خلي بالك كل ما الست ركزت أو الراجل ركز على مشاكله نفسية وبقى حالته النفسية سياء كل ما كل حاجة ساقت زماننا قلت عليك بدهت حلقاتنا قلت عليك إن الحانوة تع Lisa footsetagara كل حاجة في الجسم بتzer على الشعر بتzer على البشرة تصل على الجسم تصل على الجهاز الهضمي على كل جزء الجسم. عشان كده الحالة نفسية هزم تبقى كويسة. لما تبقى متضايقة او زعلانة كل الناس عندها مشاكل. مش حد ما عندوش مشاكل خالص. من اول اكبر رص في الدولة لحد اصغر واحد عنده مشاكل. فالمشاكل دي حضر يا اخوة دي المشكلة على قد حجمها فقط. مش ديش المشكلة اكتر من حجمها. عشان انا زعلان فافضل زعلان بقى ميت سنة. وافضل مزق نفسي وقاعد ومضغطي وكابت ناقل. مبيش الكلام ده. خلاص مشكلة حصلت بعديها بقى واخش على غيرها. او او خلاص مشكلة حصلت في الشغل واتخنيت مع زميلي في الشغل واتفر. خلاص انا بطلع من الشغل بانسة كل حاجة. دخل في ناس في بنات سيدات كتير بيأكلوا كتير وبرده مش بيتخنوا. اي طبعا. ايه. امسلة كتير كده. مع الاكل التخين وما بتتخنيش ده معتمد على ايه. معتمد على الاكل بتاعك ده نزل على معدتك. الا هيحصل جوه. هيحصل جوه ايه? هيحصل هضم كويس. هيحصل كويس. ولا هيحصل اه مش هيحصل الكلام ده كله. بيعتمد من شخصي للتاني. واحدة هتاكل كتير قوي ما تتخنش. واحدة ما تكلش حاجة وتتخن. في ناس كده. ده بيعتمد على الاكل مصاره شكله عامل ازاي. المصار الطبيعي للأكل. انه هو هينزل. هيحصله يعني يتخدم. هيحصل الابزوربشن هيمتص. وبعض الخلايا فاتكون الخلايا ده وانية ده من الاكل. ده المصاره الطبيعي والسكة السليمة للأكل. طب اي خلل بقى في النص في حاجة من الحاجات دي. هي بيحصل خلل جديد تاني. فعشان كده بنقول. الحالة النفسية مهمة. اه مراد المعدة التغزية. نيجي عالتغزية. التغزية طبعا. كل الناس قولك ايه ناكل رز و و و و و و و مكارونا و بطاطس وبتاعها الناس معتمد على ان الحاجات دي هيال بتتخن فقط. اه. ماشي دي بس اللي بتتخن. الجامعة اللي بتتخنك تاكل اكل هلسي. تاكل اكل صحي. تاكل زي الناس كل ما بتاكل. بتاكل بروتينز اه وبتاكل اه ناشويات. ما هوش انا عايز ادخن فانا عايز ايكل اه رز ولا مكارونا فقط. ناشويات بس لا. مش كده خالص. كلي بطبيعتك. الاول عالجي ان السبب الرئيسي في انه هو بيخليك اه مريضة او بيخليك نحيفة. فحضر لك تجاوزي عن النقطة دي وشوف العلاج ايه عالجي. وكل زي الناس كلها بتاكل تغدي افطري. وتغدي وتعشن. مش عايز منك اكتر من الثلاث حاجات دور. تمام. يبقى اه المرض والحالة النفسية والتغزية معنا اه اه وفاق استاذ وفاق اتفضلي. عليه السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضلي. ابو. دكتور. اه يا دكتور انا وفاق. صعيد. تبضحك ليا وفاق. عند حد بزغزغي كل ايه. ما بضحك يا دكتور. حبيبت. قولي عايزة يا وفاق. انا مشكلت يا دكتور بشرت ايه? ما لها بشرت ايه? من. دي لها عشر سنين فيها حبوب. عندي كم سنة? في حد الوقتي. عندي خمسة. كم? خمسة وعشرين. خمسة وعشرين سنة. متجوزة او لسه انسة يا وفاق? متجوزة ومخلفة. متجوزة ومخلفة وعملتوا تتحكي بالشكل ده? ما ان شاء الله. والله بص ظهر لي الحبوب من انا وعندي تلاتاشر سنة. مم. والحد دلوقت مش عايز يمشي. كل سنة بيزيد. طب سيب تليفونك وانا هبعت لك علبة كريمة هدية لحب الشباب اتضيع قولك على طول خلالة شهر ان شاء الله. شابه في حبوب عندك وابعت لك اول مرة هدية مني لك وفاق. عشان تعرف تتحكي كوي. ربنا خليك يا دكتور بس والله ما بتحك ده انا والله يعني من جوا يا حزينة والله يا دكتور. احزينة ما بتخليك تضحك يا بيت. اضحكي وسيبها على الله. ربنا هيخفيفك ان شاء الله. شكرا يا استاذ وافي. طيب دكتور احنا كلبنا على حبيب الشباب اللي حلالي فاتن. طبعا. انت ممكن تجيبها على اليوتيوب. برافو عليك. وهنا بعت لها لاياخد برقامة وانا بعت لها علبة كريمة دي. طيب نيجي بها للاكل انا قلنا هنأكل طبيعي. ما هواش انا عايز ادخن. فانا جايب حالة رز وجنبها حالة ملوخية. وعملها اقل من ملوخية على الرز ومن الرز على البطاطس وبتاعه وافضل اكل. لو حد ما بطني. خلي بالك انت ديكي. لمت في الاكل. مهما كنت مش هروح جايب الحلة وروح وكلا وروح عاد بقى مقدرة تتنفس ويحصل. مش كده خالص. مش انا اكل كاملة بطني فانا هدخن. مش هيحصل. لازم يا جماعة تكونوا عارفين مصاري الطبيعي للاكلة ومش بشكل طبيعي لو كانت الحب قدي كده اهو. ممكن تاخد منه وخليتين كل يوم. مثلا. ويبدأ تتخني حبة بحبة. يعني لازم تشوف الاول دكتور جهاز هضم كويس. يشوف تحليل كويسة. يشوف صورة الدم بتاعتك كويسة. عندك نقص في الحديد نقص في الفيتمس. صح. في الحاجات دي لازم لازم التشخيص المضبوط. يبقى هناكو الاكل طبيعي. وهنزود وهنزود اللي هو البيض اللبن اللحمة السمك منتجات القلبان بكل شكلها. كل ده هيديني خلايا ده هنزود زيادة تتحطه على جسم فنبدأ جسم يملي. طيب. وفي حاجة عندنا منتج الحقيقة. كويس برضو. هيا اللي اسمه مربة النحافة. ده المربة للنحافة. ده برضو واحد دي تقول لي ايه? اه يعني انا هاخد المربة دي علبة المربة كده. هاخد معلومة كبيرة تلت مرات. هدخن قديه في الشهر. هيا كلها كيلو المربة في التخاني الكتير. يعني بسي انا بساعد اللي انا بقولها عليها. انا بديكي او ريجيم تغديل مش ريجيم بقى. اه نظام تغذية. شكل غزائي تكليل كل يوم. وبالتالي انت لما تاكل الاكل ده. ما عم ربط النحافة انا عامل مساعد. يا جماعة الحاجة اللي عندنا دي عامل مساعدة. تغديها دي تغديها سنة. شدت انا بلكتاك بتقول لك سبت الشهور. يعني المربة تمش عليها سنة. تبا يا دكتور. هم ربط في الاخر يعني عارفة انت في حلبة مطحونة. على فزق مطحون. على ترمس مطحون. على على عسل السويدة. حاجات طبيعية كلها. ايه بتغذيكي. يعني من جرد من تخذيها فانت اللي ما بتخدم حلبة معلقة مربة ما هاش حاجة يعني. طب يا دكتور ده بجانب الادوية لان فيه بنابتها بيستخدم فاتح للشهية. في ناس بياخدوا اقراس. اه. غير فاتح للشهية. وقراس تانية بيبقى فيها كورتيزول. بيعمل مية تحت الجلد. اه. ودي درجة. عشان كده اللي يا جماعة ارجوكو. خلينا في الورجانيك. خلينا في الهلسي فود. خلينا في الهلسي دراجز. العلاج الصحي. العلاج الطبيعي. العلاج اللي هو ما يأسرش على جسمك ولا اشع على بشرتك. بياخدوا نافق بيئة من حد كان بيكلام. الكلام ده من فترة طويلة جدا. يقول لي ان هو جاهد قراس مش حالك فيه. فاخدت القراس. ده تعباره عن كورتيزون. يعني هي هو بيحتمل عن كورتيزون فيكون مية على جسمها فتحسنية تخلط. طبعا ده بيدمر الكلا وبيدمر الكبد وبيدمر جلس جلس. طبعا انا شاشف العظام. بيعمل امراض كتيرة جدا. فهي عشان تعالي كحاجة. مم. دمر مية الف حاجة. بزاق. فعشان كده اللي يا جماعة ارجوكو بلاش الدواء عمال على بطول. منما انا بوافق انك تاخد العشاب عمال على بطول. يعني لو انا مسلا هجيبك مربو تنحف. كانت بدل تلات معالق. خدت عشرة. ما عندش مشكلة. خدت البرطمان كله في يوم. او رزق كويس. فاختبالك. يعني هي الحاجة الطبيعية مهما زي ده. يعني لو كانت تلات اربعة معالق عسل كل يوم. يعني اتوقف ادويت برافو علي. بلاش الكلام ده جماعة. انا بقول لحاجات دي بتدور اكتر ما بتنفع. مم. فممكن تجيب نتيجة البرد في وقت. موقت معين. ام. انما مش اجيب على اللونجرن. على اللونجرن مش هتتخني. والتغن لا يصر عليه على كبد وعلى كلا وعلى آآ. لأ ارجوكي. امم. احنا معنا مكلمة. ام اشرف قالو. ايو يا حبيبتا. عايزة كلام الدكتور سعيد. الدكتور معيك تفضلي. ازاك ام اشرف. الله يخليك دكتور عامل ايه? طب مانين عليك انتنا كويس. رب انا يبارك لك. الحمد لله. الله يخليك دكتور. تفضلي. الحمد لله دكتور. والله ما بنسي وزنها مية واربعين. ما شاء الله الله اكبر. على اللي عندها كم سنة? عندها واحد عشرين سنة. ليه كده يا مماشا؟ مش عارفة والله يا دكتور. وغلبت معيها في الدكتور ومن هنا ومن هنا. عندها واحد عشرين سنة ده تلاقي طبعا حياتها نفسها زي الزفت. زي ما بتقول حضرتها. حضرتها تعبانس هم? اه اه حتى بين وبينك كده جوزة مشاكل ووضع عرب. ما كانت الخير جوزها برضو مية واربعين كيولة. والله طبعا نعمل ايه? وطلقت كورس. طبعا ما تجوزت البيت دي ولا كانت كويسة الاول وتنيلت على عنيها ولا ايه? لأ كانت حلوة معرفش يا دكتور. تجوزت وخليفت. معرفش. خليفت ولا لسه? لا لسه. الدورة بديها كل بتلات شهور مرة. متجوزة مالعة دي? متجوزة لسه. انا في الثالثة دي. الثالثة ما حصلش حمل. اه. قالوا لها من السمنة ولا قالوا لها من دكتور يديها علاج والدورة تمتزمي شهرين. وبعد كده ترجع تاني. طب هي خلال التلات سنين زادت ولا هي كانت اساسا وهي بنت كانت زايدة? لا هي كانت اسمها حلوة يا بنت. طيب سميلي تليفونك. هكلمك انا بعد الهوى. وهديك يا عشاب هدية مني لك شاي تخصيص هجيب معاه نتيجة. بس تستعمليني بس خمس ست شهور كده. انا ابضل معاك كده متزهيقش مني. تتخلف قبل ما موت. لا ان شاء الله هتخلف وهتديك وهتشيلي بنتها وابنها وهتقريفك البت العجلة. والله العظيم البت العجلة دي اللي هتخلف وهتشيلي بنتها وابنها كمان. دكتور عزميش اقالة وانتجربت ادوية قبل كده ولا لا? اكيد جربت يعني. اكيد انت جربتوا ادوية كتير للتخصيص والحاجات دي يا اما مشرف صح? كتير يا دكتور والله كتير. كتير طبعا. وما فيش نتيجة. ولا والله ولا حاجة. طب خليك بقى معاهم مشرف انا هساعدك. انت ساكنة فين الاول? قوليلي منين? السويس. ماشي انا هساعدك. اقولك تاخدت شاي منين? وهدولك هدية من ليكي. وبس تستحملي بس خمس ستة شهور. وهديها حاجات كمان للخلفة وان شاء الله هتخلف عشان تشيلي بنتها. والله العظيمة دي لغات عندك. انا مش عايزك تيجي. انا عايزك بس اما البيت تحمل وتخلف لبقى تجيبيلي اكلة سامك حلوة كده من عندكم. الله يبارك لك. الله لحالك يا دكتور. سيب تليفونك ربنا يا رب. سيبت لخط تليفونك عالب. بعد ازنك يتم بالتليفون ده. دي حالة من الحالات اللي هي بتدمر يعني البنت اه البنت نفسها حاليتها نفسها متدمرها. اه والدتها حاليتها نفسها متدمرها. الجزءها مش بالبنت عايزها تخلف. وهي عاملة له زي العجلة في البيت مش عارفة لها تجيب بعيل ولا تتنال على العنية. وكمان غير ان هي مستارة كمان على الخلفة لا قادرة اترمشي ولا قادرة تقوم وتلاقي داري ورجلي. لوت زيادة يعني حملة زيادة وهي غزبة عنها. يعني هتلاقي البنت بتتعزب برضو. عشان كده بقول ان الحالة النفسية مشرف لبنتك مهمة. يعني لازم بنتك انا قلت لها سيب تليفونك لها عشان انا اتكلم البنت بنفسي. يعني لو هي بتسمعني دلوقتي يا رب يكون بتسمعني. حاليتها نفسها مهمة. وتحط في اعتقادها انها هتحارب السمنة. يعني انا دايما اقول لفظة حارب دي يعني معيني انا بحبش العنف. بس اللفظة حارب دي انا بحبه. لما عتسمنا بالذات. البنت لما حاليتها نفسها كويسة وتحارب السمنة كويس انا بتاكد مليار في المية ان هي تخس. هي تخس معانا اول شهر لو مشت على الشيء انا بعتقولها هدية مني لها. لو مشت معايا. الشهر الاولاني انا متأكد بازن ربنا سبحانه وتعالى يا رب ما يجيبسي شهر. هتخسيها على الاقل عشرة خمساشر كيلو. على الاقل. لو سمعت الكلام وبعد حاليتها النفسية كويسة وفرفشت كده. انها ما تبقى مش هلينها الهم ومش هلينها الطين على دماغنا ومش هلينها مما الطين. هيبقى هتشلت كمين هي الطين ومش هتخس. فان شاء الله المشرف هنحل الموضوع عشان كده بقولي السمنة يا جماعة مشكلة. برضو. خلي بالك النحافة برضو فيت ستات كتيرة ما تحملش. وهي نحيفة. ليه? المبايض ما بتعرفش تنتج. انت عندك مشكلة والنحافة. النحافة تلاقي المبيض مش تلاقي الغزاء عشان يطلع بويضة. والست اللي عاملة زي الفيل تلاقي المبيض كابس على جناغ والطين الدهون. فمش قادر ينتج. فهينا مش قادر يشتغل وهينا مش قادر يشتغل. مفيش احسن من الوسط. عشان كده اقول لك خير الامور. الوسط. الوسط. ست الوسط هي كويسة. ست العجلة دي صعب. فلازم تخس. وحياتها نفسها تبقى كويسة. عشان كده ان شاء الله هنجيب معنا نتيجة ان شاء الله خلال يام اللي جاي. ازن الله. قبل ما نرجع لموضوعنا تاني موضوع النحافة بس بفكر مشاهدينا للحصول على مربط النحافة او المنتجات الطبيعية ستاشر زيرو اتنين وعشرين بالاضافة للارقام الزهرة على الشاشة. معنا عزة من اسكندرية. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك? الحمد لله تمام. تفضل. ممكن اتواصل مع الدكتور? الدكتور معيك تفضلي. ازايك عزة? ازايك الدكتور? غبورك ايه? انت بتعجلت ولا عزة غيرها? لا لا. واحدة تانية. ازايك يا عزة غبورك ايه? الحمد لله انت عامل ايه? الحمد لله يا تمام اموري. انا انا امتبعت من الزمان جدا يا دكتور. بنا يخليك يا رب ويديك الحاج ده عنيسة اسكندرانية. انا عايزة حاجة علاجة التصبغات او اي وصفة كده طبيعية. عشان تصبغات الوجه? اه يا دكتور. عندي كم سنة وبلغت دية? انا خمسة وعشرين سنة. وبلغت دية تصبغات دي. بقى سنة يعني بدت معي بعد الجواز على طول. سنة تلاقيكت حسدت يا بيت في الفرح ولا حاجة? اكيد والله العظيم. تمام بدت بعد الجواز بحسدوك. هقولك وصفة يا عزة. وسيب تليفونك من فضلك. عشان اخلي المديرة مكتبة تكلمك. ونشوف شكلها عاملت زي التصبغات دي. تبعت لها الصورة وصورة الحتة اللي طلعها في وشك. وهنقولك العلاج ان شاء الله. شكرا يا عزة. عزيني بقى نعمل وصفة. عشان. ممكن تبعته كمان على الكول سنتر. ممكن. ما هو في الكول سنتر. او فيه البشرة. وتزيل الخلايا الميتة من البشرة. مم. توصفة تاني. بنعمل يا دلوقت وصفة للبشرة عشان ترتب وتنعم البشرة وتزيل الخلايا الميتة يعني سكراب يعني. وفي نفس الوقت تتوحد لون البشرة باشي حتة فتحة وحتة غامة وحتة بني وحتة خضرة والحاجات دي. الوصفة بتاعتنا ببساطة جديدة جدا. اهي. واناكو هنعمللكو على الهواء. عبارة عن برافو عليكي. برافو عليكي. معلقة السكر. تمام. ومعلقة بني. وده بس مش مش تقولها. حاجات كلها في البيت اصلا. برافو عليكي. كل الحاجات دي في البيت. انا نبدأ الاول بالعسل الابيض. اوكي? اوكي. ونبدأ بالسكر عشان ناخد المعلاقة بتاعتها. معلقة سكر ايه? طبعا دي معلقة صغيرة احنا ناخد معلقتين. يعني معلقة كبيرة. معلقة سكر اهي. خدنا معلقة ايه? معلقة كبيرة من السكر. وهناخد عليهم معلقة عسل. ام. معلقة ايه عسل اهو? ام. اهبصوا العسل. العسل النقي طبعا احنا عندنا عسل نقل بالفرقة بتاعتنا. انا عندنا فرقة برضو موجودة تقدروا تاخدوا منها المنتج. ام. اخدابلك. انا شفتوا قبل الهوى ان العسل ده من المنتجات بتاعها. برافو عليك ايه. عسل حساسي. ام. عندنا منخل برضو خلي بالك. طيب العسل عالسكر عشان يبقى عسل منسكر. ده اول حاجة. ماشي? ام. يبقى عسل ايه? منسكر. اه طب دكتور هو سكر خشن ولا سكر العادي? سكر خشن. السكر بضرة. اه. لازم الحبوب دي. اه. البتاع اللي هو بيبقى اللي انت بتاع الحوايبات دي انا محتاجها. عشان لما يجبك بالبشرة بيشيل كل الجلد الميت. هناخد برضو معلقة اه بون. اهي. اوكي. معلقة بون. اه. واخد ايه معلقة زيت الزتون. ام. يبقى كده انا ايه? قلبت الاول العسل مع السكر. وخدت معلقة زيت الزتون. زيت الزتون ده برضو ممكن تلاقوف منتجات طبعا عندنا. كل حاجات ده يا جماعة عندنا والمنتج نفسه عندنا. عندنا صنفارة بالخيار وعندنا صنفارة بالرمان وعندنا صنفارة. بس انا يعني انا بقول الايه? الفقيل اللي زي حالتها يعملها في البيت. والغان اللي زي حضرتك كده. نشتريها جاهزة. طبعا. طبعا. او اخدها من عند حضرتك. ما هاشتريها جاهزة من عندنا. مش محولة بعد ما عملت الشري من بره هانا. يا رصة جميلة هي. اخد بالك. لو بشرتك حساسة مش هديجي جنب الليمون. ام. لو بشرتك عادية هتجي بيلي رشة ليمون. بصوا الليمون اهي? هنحط نقطة صغيرة ليمون اهو. ام. لو بشرتك ايه? مش حساسة. مش حساسة. لو بشرتك حساسة. ما ينفعش. ما ينفعش الليمون. الحقيقة طبعا. طبعا. ممكن نستدله بحاجة تانية ولا لا 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 لا. يعني لو البشرة حساسة ما تحطش ليمون خالص. ام. اخدالي بالك. ثم ايه? هنحط دي خلاص. اهي? اوكي. وهنقلب عادي خالص جدا. اهو قلبنا الوصف بتاعتنا. اهو. بص بقى ادي حاجة طبيعية قوي. ام. تفتح البشرة. وتشيل الهلات السودا. ام. وترتب البشرة. وتنعم البشرة. وتوحد لون البشرة. ام. كل ده بالوصفة الصغيرة. نعم فهم? تقدي على الحبوب بردو. وتقدي على الحبوب. وتفتح المسام. ام. وتنشط الدورة دموية في البشرة. ام. هنعمل ايه? اخدناها اهي? ام. بص الوصفة بتاعتنا ايه? هتعملها زي مسك على بشرتك. مسك على البشرة. ام. مرة واحدة كل يوم. بالليل. تسيبها ربع ساعة. ام. وبعد كده الاول قبل ما تحط التركيبة بتاعتنا. ام. بتجيب فوتها سخنة وتبتدت ايه? تنشط بالزلط عشان تفتح المسام. ام. وبعد ما نحط دي نمودة ربع ساعة. ام. هنجيب ايه? ميت ورد. تخسل وشك مات الوقت. او بلاش تخسل وشك مات الوقت. او ممكن قطنا تعملها كاتونر. اشان تهي في المسام. اه. بلاش تخسل وشك مات الوقت. اه? وتروح لنظافة. هتلاقي. اه. بالجامعة هم جربوها معلش مش تخسر اي حاجة. وانتوا عادين بتفرجوا عليك ده بدون ما بتضيع وقت. مضع اين وقت يوقتوكو كمان. حضرتك ببساطة جديدة مع علاقة سكر مع علاقة بون مع علاقة ما عليك زيت الزيتون كله عندك في البيت لو دخلت المطبخ وقسم باللد لها تلا تلاقي كله فعلا الحاجات سألوه بسيطة وموصل عنينا في المطبخ ووصل الوصفة وراحتها كميلة وهدخلي الله ادخلي راحة بشيطة حلوة يعني حتى وهي قاعدة معجوزة كده يشم راحة قهوة بغدبالك هو ايه؟ علو معنى سهيلة انا اسفة باخد الاسم تخسروا الشيك المويت الورد اهم حاجة علو سهيلة تفضلي تفضلي يا سهيلة خليك الوصفة دي مودي الاسبوع الاسبوع ادخلي بشيطة زيادة تفضلي زيك يا سهيلة الحمد لله بك يا دكتور تمنين عليك الحمد لله ولا يا دكتور انا سعري متعبني خالص ليه تعبك خالص يا سهيلة متقصف خالص وحيشان ومبيق والس اولاد اللي بعيد ده ابنك الصغير ده جنبك ابنك اه ابني اسم ايه ده؟ ايمن ايمن يا ربنا يخليليك ايمن بيتقصف بقالو قديه يا ام ايمن ايه؟ بيتقصف بقالو قديه بيتقصر؟ بيتقصف بقالو قديه بدأ يتقصف نا اه هو طبيعي وزاد بعد الرضاعة والحمل وكذا يعني عندك كم سنة يا سهيلة؟ اتنين وعشرين طيب عندك ايمن بس او عندك حد تاني؟ رجينا اي 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 رجينا ربنا يخليهم لك شكرا يا ام ايمن شكرا يا ام رجينا شكرا يا سهيلة الوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها بص بساطة جدا جدا هتعملها لمدة اسبوع هتتفرجي على الفل بتاع بشرتك اهي تاني بس نوريها للكاميرا طب يمكن استعملها مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع؟ انا يعني انا بقول بلداية نبدأ كل يوم لان في ناس عمرها ما عامل سكراب منعشة البشرة برافو عليك في ناس عمرها ما عامل سكراب وتيجي تقولك هروحوا الكوافير عشان تعمل سكراب فاحنا لو عملناها لمدة الاسبوع كامل ماشي بعد كده مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع ما عندناش مشكلة تعملها يوم ويوم بس في البداية انا محتاج يومين تلاتة واربعة عد كده مرتين تلاتة في الاسبوع وبعد كده ايه تبقى استخدامها مرة واحدة في الاسبوع بس هتبقى فرق جديد جدا هتتفرجي على مشارك وبعدين حاجة موجودة وانت قاعدة في البيت ما خسرناكش حاجة صح ولا غلط بس والريحة بتاعيتها حلوة وبتغزي البشرة والعسل بيغزي وزيت زتون بيفتح المسام وماءة الورد لا تغسير وشك جديدة والقهوة كمان بتوحد البشرة يعني يا فويتك جيد جدا والقهوة اللي بتوحد البشرة ناخد فاصل عشان نعمل وصفة تانية بقى طيب نطلع فاصل ونرجع لكم على طب رجعنا لكم مرة تانية مع برنامج اورجانيك ما حدثينه وبفكر كل الحصول على المنتجات 16-0-22 بالاضافة للارقام الزهرة على الشاشة دلوقتي احنا معنا وصفة تانية لتفتيح البشرة صحي دكتور اه الستات مشكلتها ان هي ما بتهتمش ببشرتها بخدر ما بتهتم بكل حاجة بتفاصيل حياتها في بيتها يعني دايما الستات المظلومين في البيوت يعني دايما بتفكر في الأكل وتفكر في الشرب وتفكر في الغسيل وتفكر في الولاد وتفكر في الراجل وتيجي تبص على نفسها وعلى بشرتها تتلاقيها دايما مهملة فيها عشان كيف يا جمعة مجرد شخص تهتمام ببشرتك احنا عملنا وصفة سكراب قلنا عشان زاد الخلايا الميتة وقلنا عبارة عن معلية عسر معلية زيت زتون معلية سكر معلية قهوة الوصفة التانية اللي احنا بنعملها بنعملها عشان نتوحيد لنا البشرة وتفتيح البشرة تفتيح البشرة دي مش كده جده جده نعم على مكالمات كتير ناخذ مكالمات ناخذ مكالمات تمام الو الو سلام عليكم وعليكم السلام تفضلي لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي طولي 154 حيل ووزني كان سبعين كيلو من ثلاث شهور كده تقريبا معانا بس زكري فنزلت بقية 59 كيلو كويس ومعنديش فقط الشاهية تماما خالف انا دلوقتي مش عارسة اكون خالف الشاهية دي المشكلة بشرف سويس بس كله مش في الاكل مش ادري اكت طب انت بس انا عندي كورونا في المرتين في الشهرين دون ربنا يا شفكة رب طب انت كنت بتاخد ايه عشان تخسي ولا ما اخدتش حاجة لا لا ما اخدتش حاجة انا نفسي تسدت كده كماما مش عارفة من ايه يمكن الكورونا كان اعراضها مثلا تجاه لك بسد النفس اللي حاجة كده ممكن مش عارفة عليا يا دكتور بس انا كلها ما اخدت النفس اللي نفسي بخدت لجربة الوزنة 59 كيلو طب ماك عالتشتك شي بيتعرفي ايه السبب في النزول الوزنة بالشكل ده لا يا دكتور انا عمزت حاليل كده وما تجاهش اي حاجة متش مش كيلو طيب انت عندي كم سنة يا مدام كريمة؟ عندي سبع واربعين طيب حالي اقولك وصفة حالي طبعا زي مدام كريمة طبعا زي مدام كريمة يعني صعب نكتولها وصفة غير ان هي تاكل اكل هلسي وتاخد مربة النحافة عشان تحاول تتملك اسمها شوية بس انا شاكك فحاجة يعني الحقيقة لازم نعرف سببها يعني انها تنزل من اربعة وسبعين او من سبعين لحد 59 من غير ما تاخد حاجة وفي نفس الوقت نفسها مزدودة على طول لازم نعرف ايه السبب سادت النفس على حالة نفسية لما جات لكورونا خفت لقتي الكلام ده جايز ولو كان كده يبقى يبقى لازم تنسي كل الحاجات دي خالص وتبدأها حاجة من جديدة وتبدأ انك تاكل اكل صحي تاكل تلات واجبات تاكل صبح ودور وليل افطار غدا عشا تزود البروتين تزود النشويات تزود الخضروات تزود الفكرة تاخد مربة النحافة من عندنا ده هو الموضوع طبيعي إنما لو فاهم مشكلة تؤدي لسد النفس مشكلة في المعدة معددك تعباكي هتكشف عند الدكتورو نعرف التشخيص المضبوط يعني بس احنا بنقول إن احنا النزول اللي غير طبيعي ده كده وراء سبب وحتى الآن نفسها مسدودة تقول لك بجيب لأكل ما باكلش بعمل لأكل ما باكلش ممكن يكون مشكلة في المعدة وممكن تفض بقى مربة النحافة لو عندنا مشكلة في المعدة اللي مع الأدوية عادي يا دكتور صح؟ ونعناها عطول بقى نعناها 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 تشرب نعناها وتبطل الشاي ده خلط تشرب نعناها تلات اربع كبهات في اليوم نعناها على لمون نعناها على انسون الحاجات دي بتريح المعدة وبرده بتفتح الشايات كل شوية احنا معينا نورهان متجيزة الو? الو? تفضل يا نورهان نساء الخير ازيك يا دكتور سعيد? ازيك يا نورهان ازي حددك والله من اول دايما في تقدم كده يا رب والله نور عليك ربنا خليك يا نورهان اه دكتور انا بروح الشغل بروح شغلي يعني واندي دوالي انا زي ما تقول عندي دوالي وتتعباني جدا اه اه بروح شغلي وبقف في المطبخة اعمل اكل ولادي يعني ما اتعباني جدا منها وياليت حضرتك تشطي وصفة قيزة او مسلا منتج من عند حضرتك اسمه ايه مسلا العراجبه ازاي او ايه? انا ده كريم اسمه ارت راج ده كريم من الدوالي انا ساكنك تاخديه بيدي عن الوصفة وتجيب زيت خردل الوصفة عبارة عن زيت خردل بس ده هني اه رجليكي من تحت الفوق وترفع رجليكي وانت جاية تنامي على مخدة عالية تحت رجليكي وتدهني بالكريم ده لو عرفتك جيب زيت خردل والكريم بتاعنا ده يبقى هايل جدا وخلال شهر او شهرين اتبقى معك ناتي ان شاء الله شكرا لنورهان معانا اميرا تفضلي الو? الو? تفضلي يا اميرا اه كلام الدكتور? الدكتور معيك تفضلي ازاي اميرا? ازاي هي لا يكونش تعايز ازاي حضرتك? اخبارك ايه? الحمد لله ترميز ايه الاخبار? الحمد لله معانيش اخبارك에 اميرا ترميز بالفيس وصف الشامبو اعملها في البيه حاضر بكرة عاملك شامبو طبيعي ت你想بو طبيعي على الهوى بكرة هعملكش شامبو بكرا عليه banjawa اوكي? الساعة 3 ساعة 4 بكرة الساعة 4 هعملكو بالعسل ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بكرة الساعة 4 هعملكو وصف الشامبو بالعسل على الهوى ان شاء الله استنينبق بكرة تفرجي علينا ان شاء الله. شكرا يا اميرة. نرجع تاني لوصف التفتيح البشرة. لها بتوحيد لون البشرة وتفتيح البشرة وحاجات زي كده. بس الهلات السودا كد فيها حد سألتني وصفة الهلات السودا. زيت جليل الامحة. ده بيتامين اي وبيتامين بيه واحد وفيتامين بيه ستة. بيه ستة ده بيساعد على اه على اه ازالة الهلات السودا. ما اتلاش الاخيار ولا بتنجان هوا. تجيب لي زيت الجليل الامحة تجيب لي معلقة وعليه معلقة زوت له زمر. اللي بيهم كويس تحطي تحت الهلات السودا الصبح وبالليل. تبقى زيت الجليل الامحة وزيت جليل الامحة. دول ان شاء الله خلال شهرين او تلات شهور لان الهلات السودا دي صعبة. اه. مش بتمشي بسهولة. فتستخدمينهم من شهر لتلات شهور كل يوم الصبح وبالليل. يبقى زيت جليل الامحة وزيت اللوز المر. وانه مهم من زيت اللوز المر. كمانا دكتر اه جات لنا اسئلة برضو. اه في ناس اه في بنات عايزة تفتح الكوع والركب. اه. فمعلش ممكن برض مع وصفة الشامبو كده برضو تقول لنا وصفة. نعم الوصفة لتفتيح الاماكن الدكنة. او الاماكن الدكنة. ماشي اوكي. ما فيش مشكلة. احنا اه تفتيح لون البشرة للنهاردة. هنقول وصفة لتوحيد لون البشرة. هم. وتفتيح البشرة وتركيب البشرة. الوصفة بتاعتنا سهلة جدا. عبارة عن زبادي. زبادي عادة نجيب معلقتين زبادي. ادي معلقة. هم. ستبعا معلقة صغيرة فاحنا ايه? دول هم معلقتين. اه. ربنا يا بركلوم. من الوق جايبينهم. معلقتين زبادي اهو. زبادي عادي خالص. ام. ومعلقتين ترمس مطحون. ادي الترمس المطحون اهو. طبعا الحاجات دي كلها عندنا دورة طلبوها يا جماعة بعد اذنكم يعني. اهو. معلقتين ترمس مطحون. موجودة برضو عند حضرتك كده لوحدة. ومعلقة عسل نحل. معلقة عسل نحل. اه دي معلقة العسل نحل اه? اه? الهم حاجة العسل يبقى نقي. ام. مشكلة الوصفات دي كلها انه بيعملوا يجيبوا عسل مشنقي. واي ويعملوه. ونفظل نقلب بقى في الايه? يبقى معلقة عسل نحل. معلقتين زبادي. معلقتين ترمس مطحون. ام. وهنقلبهم قوي مع بعضهم. حالو كده. زي ما نقعد بقلب كده اهو. دي تاني وصفة دي اعتبر وصفة لوحيد لون البشرة. اهو. وصفة لتفتيح البشرة. كيف هنستخدمها برضو القوة والركب? ايبان بالزرعة. ممكن اهو. عشان اه. عشان الترمس المطحون ده مش تبقى قوية. اه. بس برضو هجيب نتيجة. بس على. اه. ولو بشرتك حساسة. قلنا ايه? مش هنحطي لمون. ولو مش حساسة نحط ايه? نقطتين لمون صغيرين. اه. 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 لمون ده مهم جدا. معنا حنان قلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور معاك تفضلي. كده قلبنا سوانا يا حنان بس هرد عليكي. هنقلب. ببالما تيجي احنا هنا تاني فصلت. هم. قلوش هننتصال هنا تاني. يبقى احنا بنقول وصف التوحيد البشرة. تفتيح لونه البشرة. وايه? معلقتين تلمس مطحون. معلقتين زبادي معلقة عسل. دي وصفتنا اهو. هنردن بيها الصبح وبالليل. ادي الوصف اهل. خلاص عملناها في ثانية. تعملها في بيتك في ثانية. الوصفة دي يا جماعة هتوحد لون البشرة. تفتح البشرة. هترطب البشرة. ودي الوصفة التانية بتاعتنا. ممكن نعيدها مرة تانية? معلقتين. نقول الوصفة بقى. معلقتين زبادي. معلقتين ترمس مطحون. معلقة عسل نحل. لو بشرتك حساسة مش هتحطي لمون. لو مش حساسة. نحطي نقطة اللمون. بس كده. بتقلبيهم كويس. هنديك القوام ده. هتدهين بيه بشرتك مرتين في الاسبوع. نسيبها بقى وده زي ما انا بقول برضه احنا عندنا كريمة تفتيح البشرة احنا دايما بنقول يا جماعة احنا عندنا كريمة تفتيح البشرة جاهز والوصفة تقداري تعملها في بيتك تشتري تعملها في بيتك انت حرة انت وليزك معنا ام كرولوس سألو سأل خير اتفضلني انا وزني 95 كويس وعند وده وشيل المرارة ربنا يشفيك يا رب طولك ادي ايه طولي 157 كم سنة ام كرولوس 50 شكرا لك هيقولك وصفة التخصيص دلوقتي لا تضر الغوض ولا تضر المرارة 200 جرام فقص حوصولي 200 جرام مرمريا 200 جرام رجل اسد 200 جرام كمون اسل و100 جرام نعني 200 جرام فقص حوصولي 200 جرام مرمريا 200 جرام رجل اسل 200 جرام كمون اسل و100 جرام نعني رجل اسد ده اده اعلهم معنوال عشاية مش كيب الاسد وتتباحي وتاخد الرقوب لو ردوش حاجات دي عند العطار جنبك عندنا الشاي تي باج معروف رجل أسد ده هو عوش بشبه رجل الأسد يعني شبه مخالب الأسد كده هو العوش بشكله كده فسموه رجل أسد نعم هو مش رجل أسد يعني مش بيها جاب أسود أنا وبتبحها وأخذ الرجول بتاعيتها وحطها بالوصفة لأ طبعا دي بتجي بيها الوصفة دي بتتحنينه كويس بتحطينه في برطوان بتخدم على كوبات مية اللي هي 50 دي شربها ثلاث مرات قبل الأكل دي وصفة للتخسيص وقالنا المكروليس عندنا شاي للتخسيص الشاي الصوفي للتخسيص الجسم كله والشاي الصوفي للتخسيص البطن بتاخذ الاتنين مع بعض بتستخدمهم كل شرع لا تخسينها من خمسة لعشرة كيلو يعني المكروليس هتخسي خمسة كيلو كل شرع وكل المكونات اللي حضرتك ذكرتها من شوية هي موجودة أصلا من شاي التخسيص شاي ده تي باج فتلة لو عندنا صورة لو عندنا صورة الشاي الصوفي ده ده شاي تي باج صغير تحطيه في شامطيتك تحطيه في بيتك هتعملي فتلة وتشربها ثلاث مرات قبل الأكل والشاي بتاع البطن تشربها ثلاث مرات بعد الأكل يجيب معاك نتاجها هيلة جدا عايزة تشير العشاب احنا دايما بصي هنسعد ما طلعت زمان من 2005 أنا بطلع في تليزيزيون بالي مثلا 16 أو 17 سنة عمري ما قول أنا عندي كريم لازم تاخدوه اللي بيسألني أقوله الوصفة بقوله أنا عندي كريم أقول الوصفة وأقوله أنا عندي العشاية هم انت عايز تشتري برحتك اتسأب تيو انت عايز تاخد العشب جاهز والتركيبة جاهزة مترخصة نظرت صحة أهلا بيك زي ما انت عاوز احنا طرعين خدمة للناس عشان كل واحد حسب ظروفه حضرتك حاسز بالنمس احنا معنا نورهان ألو ألو تفضلي يا نورهان السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي زي ما نورهان زي ما نورهان زي ما نورهان عايزة عايزة حاجة تسليح البطلة وحاجة عسان أدخل عندك وزنك عديو سنة كم سنة عندك سباح تارجل ووزنك ايه ووزنك وزنك السباح تارجل يا بيت وزنك كم يا بيت ستين ستين كيلو ما حلو ستين يا بيت انت عايزة تخاني ليه تاني انا طويلة طويلة طيب مياش هقولك وصفة حالا هقولك وصفة حالا قلنا تفتح البشرة أبصي يا نورهان أولا قلنا تاكل كويس وعندنا مربة نحافة ده ده للنحافة لتفتح لنا البشرة أهو لسه عامل قدامك أهو معلقتين زبادي وعندك الزبادي يخش على التلاجة لسه زبادي موجود لو ما بيش عطي من الدكان اللي تحت معلقتين زبادي ومعلقتين ترمس مطحون ومعلقة عسل ولو بشرتك حساسة خلاص هم دول كفاية لو مش حساسة زي حالتي تحط نقطتين تلاتة لمون ده اللي بيهم كويس وعمل لي ماسك لبشرتك مرتين أو تلاتة في الأسبوع سيجل نص ساعة وتروح لشطفها بمية دافية وتخسل وشك بمية ورد بس كده هيك خليك ازي الفل اولاية شخصي لوشك هتجيب قطنة ونحطاك زكاة تونر عشان تسد المزام ايوان ازا تون برافو عليك وبناخليك اه دي الوصف عليك نورهان وام مكرولس واننا الوصف مثال كده جاوبنا على الناس كلها ام اشرف برضو احنا ام اشرف نتسيب تليفوني اعتقد احنا الشاي دي الوصف عليك احنا الشاي دي الوصف عليك او ده الشاي الصوفي ده بتاعنا ده 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 الباكت وده الشاي الصوفي بتاع البطن هم نوعين شاي تيه باك كده شكلهم شكل كده وتغديهم ادي وده الشاي بتاع الجسم كله حضرتك هتغديها تخصي من خمسة لعشرة كده ان شاء الله وهو هيسد نفسك وده الشاي بتاع البطن نوعين شاي بتغديهم واحد قبل الاكل واحد بعد الاكل بيجيب معاك نتائج هيلة جدا فعشان كده تتصى على 16 زلوات ما هيش تغديهم تمام عشان يجيب معاك نتيجة اخديه بانتظام ارجوكي بتاخديش منتج يعني انا نصيحة لكل الناس بسفاق عليها ويشتروا منتج انا بتاخدي منتج وتركنيه لان غالبا تلاقي مثلا انا واحد انا كالي واحد صاحبي عايز عليها قوي واحد اقول لي انا صاحبك بالي عشر سنين وموراتي عمد خانق معايا وعايز اتخس ومش عارف ايه واحد حيل عليها كبتول الشاي حل خد الشاي بعد شهر قال لي موراتي خدست نص كيلو بعد شهر نوعين شاي مستحيل موراتك 107 كيلو مش منتزمة مستحيل فقال لي يا باشا نص كيلو حرام عليك مش عارف ايه قلتوله اول انت مدفعتش فلوس نمرة واحد يعني متزليليش نمرة اتنين مستحيل تكون موراتك استخدمت الشاي صح وخصت نص كيلو مستحيل قال لي انا كيش نخص خالص بس نص كيلو حلو قلتول لا مستحيل اطلب لي موراتك أم فهو را так لو قلتليم ازاي كان اخبارك ازاي كانت القلقص حالا اعملي سلامات والحاجات دي قلتلي أرجوكي وحياة ولادة انت عندك خدت كم باكة من الشاي ده وخام باكة من الشاي اто فتح العلبة قدامي وانت معاية الوقت قلتليم مش فكرة قدتلي فتح العلبة قدامي راح طلى حد المطبخ ورجعت لبس يا دكتور بصراحا انا كلي استخدمتهم 3 باكة من ده و 4 باكة من ده يعني استخدمت يوم واحد نتجنن على الحاجة ولما تبقى في ايدينا ما نستخدمهاش فانت حضريتك عايزة تخصي أرجوك يمشي على السيستم مستحيلة تطلعي من عربيتك الصورة وعايزة بنزيمة مش هتحطي لها صحة ولا أنا غلطان لو ما عطيش بنزيمة عربية توقف حتى لو جايب عربية من زيرو لو انت جايب عربية زيرو وفااش اي حاجة ما عطلاش بنزيمة تمشي عشان كيف ناخد السيستم بتاعنا مزبوط انا ما حاجة الاستمرارية رفعليك انما تاخدي مرة وتسيب عشرة ووفري فلوسك وخليمه في بيتك احسن صحي كده؟ صحي كده انت دكتور عايز تمشي اه اسمه برايت مين؟ اه خلاص بقى احنا كده قلنا اخر وصفاتنا بكرة هنعمل شامبو وعسل اه اتفضلي عليكم السلام برايت برايت معاك مين؟ برايت برايت ازاك برايت بأمورني أفاجد منك في 2012 بأاخد مني عسن من 2012؟ كنت بتاخد عسن في 2012 عشان خلف ولا عشان ايه؟ عشان ايه؟ برايت اوه في مكان في شبكة شوية عشان انا مستمع اه طيب هو ممكن يبعطينا مشكلته على واتساب خلينا نسمعها بس لو كان انا برايت انت معنا؟ هو قطع لي تسود قطع؟ طب حال تسيب تلفونك برايت لو قطع ولا معنا؟ ألو؟ ألو؟ ما ما فيش اصنع؟ عليكم السلام اتحدد هو صوت مش واضح خالص اه برايت والله ما سمعين اخوان ايه الشبكة وحشان ممكن تحدي الاتصال او تبعطينا على الواتساب سيب تلفون او سيب تلفونك في الكنترول طيب احنا كده حضرتك خلص بقى حلقتنا خلصت؟ بناخليك يا رب ان شاء الله حلقتك بتخلص بسرعة الحقيقة يعني الجمهور بيخلص الجمهور بيحبك يا دكتور صبحاتنا على الفيسبوك كنت طيب اتفاق عشان الاسئلة بتاعتنا الاسئلة جماعة فيه ناس كده عايزة تخش زي برايت والناس ديك احنا الصبحة بتاعتنا على الفيسبوك يالي تعالي تحطها الصبحة بتاعتنا على الفيسبوك تقدروا تتواصلوا معنا تحطوا لسئلة صبحاتنا على اليوتيوب حساسين اورجانيك على اليوتيوب فيها كل الوصفات طبعا كل سنتر تعرفوا منه عنوين الفروع عندنا فروع تقريبا في اكتر من محافظة في مصر الصبحة قدامنا على الشاشة اهه دي الصبحة بتاعتنا نخالع شاب اه تقدر تخش وتعمل لايك بقى وشير واسموه ده بتاع الاسكرايب ده بتاعكو ده تزبطوا الدنيا يعني وفي صبحة برضو على اليوتيوب اسمها حساسين اورجانيك تقدر برضو تاخد منها الوصفات اللي عايزها وتكتب على صفحة حساسين اورجانيك محتاجة وصفة ايه واحنا بنجاوب عليها هقولها لها لايف دي طرق التواصل معنا بغد نزع الواتساب ما بنلحقش ان نرد ان شاء الله بإذن الله افكركم بكرة بحلقة بكرة الساعة اربعة يكون عندنا وصفات مختلفة للشعر والبشرة بالاضافة ان احنا بكرة هنعمل تركيبة الشامبو للناس اللي سألت بالزبط وهيبقى في وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والجسم معنا بكرة افكركم للحصول على المنتجات 16-0-22 بالاضافة للارقام الزهرة على الشاشة اشوفكم على خير ان شاء الله بكرة وبرنامج اورجانيك محساسين